لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اهلا بقوا جماعة معك وشان زي ما هو باين من عنوان الفيديو مصل ولقاح الفيروس اللي بيهدد العالم فيروس كورونا الفيروس ده من اخطر الفيروسات اللي هددت العالم وده بسبب سرعة انتشاره السريعة جدا ومع سرعة انتشاره ده كان لازم تدخل فوري من كل حكومات العالم للقضاء على الفيروس الخطير ده ومش بس حكومات العالم اللي بدأت باجراءات كتير جدا عشان تحمي شعبها من الفيروس اللي بيهدد الناس كلها ومش بيفرق بين غني وفقير لا ده كمان الاسرياء واغنياء العالم تدخلوا وتبرعوا لمواجهة الفيروس ده فعلى سبيل المثال تبرع بيل جيتز تاني اغنى رجل في العالم بمبلغ 100 مليون دولار لمعامل الابحاث والشركات الوقائية لمواجهة الفيروس والتغلب عليه وكمان رجل الاعمال الصيني جاك ما صاحب موقع علي بابا الشهير اتبرع مبلغ 5.8 مليون دولار برضو لمواجهة الفيروس وايجاد اللقاح والمصد الخاص بفيروس كورونا ومش بس كده ده كمان اغنى رجل اعمال في هون كونج اتبرع ب13 مليون دولار اللي عاملين في القطاع الطبي بمتينة وهان الصينية المدينة اللي بدأ الفيروس ينتشر منها ومش بس على قد الناس دي لا ده فيه ناس تانية كتير اتبرعت وحكومات صرفت مبالغ كبيرة جدا يعني الموضوع ما بقاش على قد الحكومات انها تواجه الخطر لواحدها فحتى اللحظة دي لم يتم ايجاد لقاح او مصد للفيروس كورونا ولكن في المختبرات الطبية المرموقة والموصوك فيها خلاص اوشك تقريبا العلماء على الدخول في مرحلة التجربة على البشر يعني ده طبعا بيدينا بشرة امل للقضاء على فيروس كورونا نهائيا ان شاء الله الموضوع طبعا مش واقف على دولة واحدة او مختبر علمي واحد ده 36 مركز دولي علمي شغالين على انهم يلاقوا مصل او لقاح لفيروس كوفيد 19 او ما يعرف بفيروس كورونا ولكن اربعة منها بس تقريبا وصلت العينة من اللقاح اتنين منهم في امريكا وواحد في فرنسا والاخير في المانيا واكتر منافسة كانت ما بين امريكا وفرنسا في فرنسا كان معهد بستوغ المعروف اللي توصل بالفعل العينة من اللقاح وكل اللي باقي له بس انه يبدأ اجراء التجربة على البشر وفي فاشونت معهد كايزر بريمينينت للأبحاث الطبية وتم الاعلان على ان اللقاح هيكون متاح في خلال اشهر من الان وكمان العلماء سواء كانوا في معهد بستوغ او معهد كايزر بريمينينت بيعتمدوا على تجميع اللقاحات اللي كانت موجودة قبل كده وبيتم تجمعها مع جزء من فيروس كورونا او المعروف بكوفيد 19 طيب لحد ما يتم انتاج اللقاح او المصد ويبدأ توفره لجميع الدول العالم المطلوب مننا جميعا اننا نحمي بعض ونحمي نفسنا من الفيروس ده وطبعا ده من خلال طرق كتير جدا اول حاجة اننا نمنع التواجد في الاماجد المزدحمة ونحاول على قد ما نقدر نتجنب التجمعات كمان نعقم ايدينا دايما والغسيل يكون باستمرار نبدأ في تعقيم كل حاجة حوالينا سواء كان لبسة او خشب او معدن لان مشكلة فيروس كورونا او كوفيد 19 انه سريع الانتشار وده بسبب انه فضرة الحضانة بتاعته او فضرة بقاءه نشط كبيرة جدا وبيفضل موجود على المعادن والخشب والملابس لفترة قد تتجاوز لعشرين ساعة وده رقم كبير جدا على عكس الفيروسات التانية اللي مجرد دقايق او ربما ثواني نشطها بيروح وتنتهي وكمان حاجة مهمة جدا الاحزية اكتر خطر او اكتر شيء يكون حامل للفيروس هو الحزاق بتاعك فحاول على قد ما تقدر ما تدخلش بيتك بالحزاق وعقم نفسك كويس جدا وكمان تعقيم البيت زي ما قولنا مهم جدا التطهير او التعقيم له طرق جتيل جدا ابسط طريقة ممكن تستخدمها الكولور المنزلي ده مطهر كويس جدا تقدر تستخدم منه اربعة سنتي من الكولور لكل لتر مية وتضفهم الاثنين على بعض في اي بخاخ عندك وتبدأ تعقم او تطهر كل حاجة تقبلها طيب بالنسبة بقى للهواتف بتاعتنا او اي متعلقات موجودة معنا ده برضو من الافضل ان احنا نعقمها ونبدأ نطهرها سواء كانت بقى هواتف او مفاتيح او محفظة او عربيتك او اي حاجة موجودة معاك لازم تبدأ تطهرها بسرعة برضو عن طريق المطهرات والمعقمات تقدر تعقم مفاتيحك او الهاتف بتاعك او اي متعلقات معاك بمنديل او قطنة والمطهر عليها هتعقم او هتطهر متعلقاتك وتكون امنت نفسك وامنت اللي حواليك فلازم يا جماعة ناخد الموضوع ده بجدية ومنستهونش به لان في الاول والاخير ارواحنا وارواح اي حد يهمنا غالي علينا فلازم الناس كلها يكون عندها وعي وتكون مدركة احنا بنمر بايه بالظهر وفيه كمان حقاية لازم اقولها اي اخبار او اي حاجة بنشوفها على الانترنت مش لازم نصدقها لازم نتأكد من صحة المعلومة الاول وكمان اي حكومة في اي بلد لازم نشوف الارشادات ايه اللي بتتبعها عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي اي حد بنحبه من موضوع الفيروس ده ونحاول على قد ما نقدر نوقف انتشار الفيروس ده وان شاء الله نشوف بلادنا والبلاد العربية في احسن حالة في النهاية ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان اللي ما عندوش المعلومة يعرفها ونكون كمان ايجابيين مش سلبيين ويكون عندنا كمان تفاقل لبكرة واللي جاي احسن باذن الله اشوف كل فيديو الجاي مع السلام العينة من اللقاح اتنين منهم في امريكا وواحد في فرنسا والاخير في المانيا واكتر منافسة كانت ما بين امريكا وفرنسا في فرنسا كان معهد بستوغ المعروف اللي توصل بالفعل العينة من اللقاح وكل اللي باقي له بس انه يبدأ اقراء التجربة على البشر وفي واشنط معهد كايزر بريمينينت للأبحاث الطبية وتم الاعلان على ان اللقاح هيكون متاح في خلال اشهر من الان وكمان العلماء سواء كانوا في معهد بستوغ او معهد كايزر بريمينينت بيعتمدوا على تجميع اللقاحات اللي كانت موجودة قبل كده وبيتم تجمعها مع جزء من فيروس كورونا او المعروف بكوفيد ناينتين طيب لحد ما يتم انتاج اللقاح او المصد ويبدأ توفره لجميع الدول العالم المطلوب مننا جميعا اننا نحمي بعض ونحمي نفسنا من الفيروس ده وطبعا ده من خلال طرق كتير جدا اول حاجة اننا نمنع التواجد في الاماجد المزدحمة ونحاول على قد ما نقدر نتجنب التجمعات كمان نعقم ايدينا دايما والغسيل يكون باستمرار نبدأ في تعقيم كل حاجة حوالينا سواء كان لبسة او خشب او معدن لان مشكلة فيروس كورونا او كوفيد ناينتين انه سريع الانتشار وده بسبب انه فضرة الحضانة بتاعته او فضرة بقاءه نشط كبيرة جدا وبيفضل موجود على المعادن والخشب والملابس لفترة كد تتجاوز لعشرين ساعة وده رقم كبير جدا على عكس الفيروسات التانية اللي مجرد دقائق او ربما ثواني نشطها بيروح وتنتهي وكمان حاجة مهمة جدا الاحزية اكتر خطر او اكتر شيء يكون حامل للفيروس هو الحزاء بتاعك فحاول على قد ما تقدر ما تدخلش بيتك بالحزاء وعقم نفسك كويس جدا وكمان تعقيم البيت زي ما قلنا مهم جدا التطهير او التعقيم له طرق كتير جدا ابسط طريقة ممكن تستخدمها الكولور المنزلي ده مطهر كويس جدا تقدر تستخدم منه اربعة سنتي من الكولور لكل لتر مية وتضفهم الاثنين على بعض في اي بخاخ عندك وتبدأ تعقم او تطهر كل حاجة تقبلها طيب بالنسبة بقى للهواتف بتاعتنا او اي متعلقات موجودة معنا ده برضو من الافضل ان احنا نعقمها ونبدأ نطهرها سواء كانت بقى هواتف او مفاتيح او محفظة او عربيتك او اي حاجة موجودة معاك لازم تبدأ تطهرها بسرعة برضو عن طريق المطهرات والمعقمات تقدر تعقم مفاتيحك او الهاتف بتاعك او اي متعلقات معاك بمنديل او قطنة والمطهر عليها هتعقم او هتطهر متعلقاتك وتكون امنت نفسك وامنت اللي حواليك فلازم يا جماعة ناخد الموضوع ده بجدية ومنستهونش به لان في الاول والاخير ارواحنا وارواح اي حد يهمنا غلي علينا فلازم الناس كلها يكون عندها وعي وتكون مدركة احنا بنمر بايه بالظهر وفيه كمان حقيقة لازم اقولها اي اخبار او اي حاجة بنشوفها على الانترنت مش لازم بنصدقها لازم نتأكد من صحة المعلومة الاول وكمان اي حكومة في اي بلد لازم نشوف الارشادات ايه اللي بتتبعها عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي اي حد بنحبه من موضوع الفيروس ده ونحاول على قد ما نقدر نوقف انتشار الفيروس ده وان شاء الله نشوف بلادنا والبلاد العربية في احسن حال في النهاية ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان اللي ما عندوش المعلومة يعرفها ونكون كمان ايجابيين مش سلبيين ويكون عندنا كمان تفاقل لبكرة واللي جاي احسن باذن الله اشوف كل فيديو الجاي مع السلام اشتركوا في القناة